التقى رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع وفدا فرنسيا ثقافيا من مجموعة أصدقاء متحف اللوفر وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية تهدف الزيارة إلى تعزيز سبل التعاون المشترك والاطلاع على مستجدات مشروع المتحف العالمي لقناة السويس جاء اللقاء أكد رئيس هيئة قناة السويس على إضافة التي سيمثلها المتحف العالمي للقناة بعد افتتاحه في تشجيع السياحة الخارجية بالتوازي مع جهود تعزيز سياحة السفن السياحية وسياحة اليخوت المارة عبر القناة